انعكست أزمة المشتقة النفطية في محافظتي عدن وأبيل على انضباط طلبة المدارس والجامعات في قاعات الدراسة وضعفت معاناة المواطنين في المناطق المحررة وتسببت أزمة المشتقة النفطية بعزوف مئات طلاب على التعليم وتسربهم من القاعات الدراسية وخصوصا للفتيات لعدم قدرتهن على قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام وتسبب انهيار العملة الوطنية وأزمة الوقود بارتفاع جنوني في أسعار السلع والمواد الغذائية وأجور النقل الداخلية والخارجية ومضعفت معاناة المواطنين في ظل عدم توفر رواتب توزي الاحتياج على وتن على انتظام صرفها